بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين موضوعنا معكم عن تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى أن تختار ما اختاره الله لك وأنت تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته ونحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الدنيا بيد الله وتحت إرادته والآخرة كذلك ونقرأ قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الإيمان به سبحانه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بي حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً الشاهد هنا أن الله لم يكتفي بالتحكيم الظاهر أن يرجعوا إلى حكم رسول الله حتى لا يجدوا في أنفسهم الحرج والضيق ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً أي لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً أو حزناً من قضاء وحكم رسول الله ويسلموا تسليماً وهنا نقف لماذا قال الله ذلك عن حبيبه؟ لأنه كما قال ربنا وما ينطق عن الهوى ولأن حكمه هو حكم الله صلى الله عليه وسلم ولأن قضاءه هو قضاء الحق سبحانه ألم يقل الحق سبحانه وتعالى له إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ثم أكدها بقوله يد الله فوق أيديهم انظروا إلى هذا التشريف وهذا يدعونا إلى التسليم المطلق لأحكام الله ولأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى التسليم المطلق لقضاء الله ولقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوك أيضاً إلى أن ترضى على أي حال كنت فيه فإن الله قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك ثم أتبع ذلك بقوله فإنك بأعيننا أي نرعاك ونتكفل بأمورك وندبر لك شؤونك واصبر لحكم ربك اصبر لأحكامنا عندما يبتليك الحق سبحانه وتعالى اصبر وكن كما قال الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة من الحق سبحانه وتعالى واصبر لأحكامنا وهذا ليس لحبيبه صلى الله عليه وسلم بل للمؤمنين نصيب من ذلك فإذا كنت صابرا على قضاء الله وقدره راضيا بأحكام الله سبحانه وتعالى جاءتك العناية من الله فإنك بأعيننا فإن صبرت فإن الله يقول لك لست ببعيد عننا نرعاك ونتكفل بأمورك وندبر لك شؤونك ولذلك كان من دعاء العارفين بالله أنهم كانوا يقولون اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وكما يقول الشيخ أبو الحسن الشازلي رضي الله عنه وأرضاه اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم يعني المكان الذي تتوقع منه الضرر أنت عجزت أن تدفع الضرر عن نفسك وأنت تعلم أن الضرر يأتيك من هذا المكان ومع ذلك أنت عاجز عن إبعاد الضرر عنك فكيف لا نعجز هكذا يقول الشيخ أبو الحسن الشازلي فكيف لا نعجز عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث لا نعلم ربما يأتيك الضرر والشر من مكان لم تكن تتوقع منه الضرر فكيف تفعل؟ والله قد ضمن لك الأمرين أن يدفع الضرر عنك من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم ثم نقول كل اختيار الله لعبده هو خير وربما كمنت المنى والعطايا والنعم في المحن كما قال أهل الله كل محنة طويت فيها منحة من الله ربما كمنت المنى والعطايا والنفحات الربانية في المحنة وهذه المحنة التي تعرضت لها لا تخلو من منا ولا تخلو من عطاء ولا تخلو من نفحة من الله سبحانه وتعالى لأنك إذا رضيت كافأك الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته